اشتركوا في القناة أول شيء شكراً على الاستضافة لأنه كمان فعلاً كان أسبوع مليء بقرارات البنوك المركزية أظن الفيدرالي لا يزال الأكثر تشدداً كنا عم نسمع أصوات حتى إذا تتذكر قرار المركزي الأوروبية من قبل عم بيقول نحن مش مضطرين نتابع الفيدرالي بها السياسة المتشددة يبدو قد يكونوا محقين قد يكون الفيدرالي مخطئ لأنه لاحظ البيانات اللي كانت عم تصدر من بعض القرار كنا عم نحكي عن سوق العمل عم نحكي عن قطاع الصناعة عم يفرجونا تراجعات كبيرة نظلنا محافظين على مستويات الفيدرالي طبعاً هو على رغم من أنه الأسوات شوي اعتبرت حديث الفيدرالي أقل تشدداً عم نتوقع توجه إلى تقديس أسعار الفيدرالي في سبتمبر ولكن أظن مقارنة في البنوك الأخرى لا يزال الأكثر تشدداً وكمان طبعاً ننذكر البنوك هون والعملات هون مرتبطة بشكل رئيسي بيئة دولار ولكن كمان اقتصاد المنطقة خصوصي في خليج قوي يسمح نوعاً ما لأن نكون محافظين على مستويات فائدة نوعاً ما مرتفعة وهذا اللي عم نشهده بالوقت الحالي طيب أيضاً في الوقت الذي ثبت فيه الفيدرالي الفائدة قام بنك إنجلترا بخبض الفائدة للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات لماذا برأيك وكيف سيتأثر المواطن البريطاني بذلك؟ يعني هذا شوي كان غريب وإذا بدي أعطيك رأي محدد منلاحظ ما كان البنك أوف إنجلند هالأد واضح بالهند طبعونه خلال الست أسابيع الماضية يعني مع الانتخابات لما يكون كمان عم بيأثر بشكل كتير كبير على الأسواق وحتى التصويت يعني احنا عم نحكي خمسة مقرنتاً بأربعة يعني تصويت على شخص واحد من محافظي بنك أوف إنجلند سمح لأننا نكون احنا عم نتوجه إلى تقديس أسعار الفائدة أظن إذا بدنا نشوف البيانات اللي كانت عم تصدر عنا كان استمرار التدخم في قطاع الخدمات وقطاع الخدمات عادة ما يتأخر في يمكن قديش عم يتأثر بأسعار الفائدة ولكن منلاحظ مثلاً التدخم في القد التدخم في المعاشات تراجعة بشكل ملحوظ قد يكون أحد الأسباب اللي دفع كمان العديد من المحافظين في بنك أوف إنجلند إنه نقلصوا الفائدة طبعاً أمر جيد يعتبر لأفراد وحتى للشركات أننا نكون عم نتوجه لأسعار فائدة أقل طول ما أنه ما عم بأثر بشكل كبير على الباوند البريطانيا اللي استفاد كمان ما بعد الانتخابات تعودت الثيقاء كمان في الأسواق في المملكة المتحدة يمكن كمان عطاهن شوي قدرة أنه نكونوا فلكسبل أكتر بقراراتهم بالانتقال إلى آسيا سيدة فرح بنك اليابان رفع أسعار الفائدة لمستويات لم تسجل منذ 15 عاماً كيف سيتأثر اقتصاد آسيا وهل سيدفع ذلك المتعاملين إلى إعادة تقييم صفقات فروق أسعار الفائدة؟ هلأ طبعاً نحن نجم نتذكر أنه الياباني كان عم يشهد على ضغط كتير كبير وهالسياسة المتبعة كانت طبعاً عم تفيد الأسواق الأسهمية اللي تراجعت يعني نحن عم نحكي تراجع 6% هيدا تراجع منا شهدينه يعني بشكل طبيعي في الأسواق اليابانية وعودة قوة اليان نوعاً ما هلأ طبعاً نحكي عن اليان الضعيف على رغم من أنه كنا عم نحكي عن مخاوفه ولكن كان مفيد كمان للتجارة الخارجية لليابان وكان نوعاً ما عم يخليه يكون الكمبيتر الأفضل أو الأوضح للصين اللي كمان كانت عم تجبر كمان اليوان الصيني أن يكون على تراجع على تستفيد من التجارات الخارجية قد نرى مشاكل في هيدا القطاع قد نرى تراجع الأرباح في الاستيراد والتصدير كمان ولكن من ناحية تانية كان لابد من أن نتوجه الشيء الخروقات السعرية لأننا دارنا تحدث عن فائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لدى ذال فوق الخمسة بالمئة ما توجهنا لتقليص أسعاد فائدة ولكن على مستوى بعيد طبعاً الفروقات نكون عم نتوجه لتقليص الفائدة في الولايات المتحدة ورفع باليابان سيكون عم يحول السيناريو كله أظن من المكر أن نقرر أن ندخل في بيع الدولار في وجه الين ولكن على الفترة الطويلة قد تكون صفقة ناجحة طيب بالانتقال إلى العمولات الرئيسة كيف ترين مستقبل الدولار الأمريكي في ظل لربما الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على تغير سياسي وأيضاً الأوضاع التي تشهدها المنطقة منطقة الشرق الأوسط والعالم هلأ مشان هيك كمان عم بقول لك يمكن قد يكون من المكر أنه بلش بيع الدولار على أمريكي خصوص هالتوترات الجيوسياسية المخاوف هي جزء من اللي عم نشوفه بأسواق الأسهم والتراجعات والتصحيح اللي عميك اللي كنا عم نشهده في أسواق الأسهم في حال استمراره هذا الشيء سيكون داعم للدولار الأمريكي بغض النظر نحن متوجهين على تقليل أسعار الفائدة ودورة يمكن تسهيل ولكن في الفترة الزمنية القصيرة هالسلقف هالخوف البيع بسبب الخوف في أسواق الأسهم عادة ما تدول إلى تحول الرؤوس الأموال إلى الملذات الآمنة على رأس الدولار الأمريكي كمان الدهب طبعا ولكن كاش هو الملك خلال التوترات في أسواق الأسهم في حال استمرت هالتراجعات الكبيرة أظن قد يعود الطلب على الكاش على الدولار الأمريكي حتى قبل الدهب ومش نكلاحظ في إغلاقات يوم أمس شفنا اتفاع للدهب ولكن عاد وتراجع لنرجعنا شفنا الطلب على الدولار مع الدرجعات الكبيرة اللي كنا عم نشهدها في أسواق الأسهم فقد يكون مدعوم الدولار في الفترة الزمنية القصيرة في حال استمرت المخاوف في أسواق الأسهم طيب ماذا عن الذهب سيدة فرح؟ أيضا كيف تقرأين مستقبل المعدن الأسفر؟ وهل سيستمر في الارتفاع برأيك؟ يعني العوامل التي كانت تدعم الدهب لا تزال موجودة المخاوف الجيوسياسية تتطور أكثر وأكثر وهذا أنمر طبعا رح يكون عم يدعم الدهب مخاوف في أسواق الأسهم والبعض النفور من المخاطر طبعا رح تكون عم تؤدي إلى دخول ملاذات آمنة إذا بشوف الإتقاف في استناديك الاستثمارية لا تزال تشتري الدهب وتراهن على ارتفاع الدهب يمكن بمستويات أقل من الأشهر الماضية ولكن لا تزال كمان تشتري الدهب السين اللي كانت بائع رئيسي واللي كانت محرك رئيسي لها الارتفاعات إخذي بوز ما عم تشتري في الشهر الماضي ولكن عم شوف شراء من الهند عم شوف شراء من بعض الدول الأوروبية كمان فلا يزال أظن أنه مدعوم إلى أن نرى صورة أوضح في أسواق الأسهم قد نرى في تحركات جانبية أصطين تود الشراء بعد الهند اللي عم شوفه أنه بتفضل تشتري من المستويات الـ 2200 في حال تراجع الدهب نوعا ما إلى تلك المستويات ولكن في طبيعة الحال على الفترة الزمنية إلى نهاية مثلا هذا العام لا تدل الأساسيات التي تدعم الدهب موجودة وتستمر طيب أنتقل معك إلى أسواق الطاقة ومع بقاء أوبيك بلاس على سياستها في خفض الإنتاج التوعي دون تغيير كيف تأثرت أسعار النفط بداية وهل تتوقعين خطوة لإلغاء هذه السياسة قريبا؟ باستبعد أن يكون في أي خطوة لتقليص أو لزيادة الإنتاج من أوبيك أوبيك والعديد من الدول كمانا في المنظمة بهم أن تكون مستويات النفط مرتفعة على رغم من أننا نرى نوع من البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة المخزونات كانت نوعاً ما على تراجع مخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط شوي بتخوفنا من أنه قد يكون فيه مشاكل بالإمداد ولكن بعد ما شفنا تأثيره المباشر مع أن نرى أي تأثير إلى الآن في أسعار النفط بشكل مباشر غير المخاوف المخاوف من تراجع الاتصاد الصيني كمان مخاوف من أنه لا يكون الطلب مرتفع بشكل كبير قد يحد كمان من تحولات كبيرة في سياسة أوبيك أستبعد يكون فيه تحول إلى الملخص خلال هذا العام لازم نكون عم نشوف طلب أعلى بكثير من اللي متوقعينه بالوقت الحالي لاحظ كان في عنا مخاوف جيوسياسية طلب من الولايات المتحدة وكل هذه الأمور مساعدة النفط يرتفع بشكل كبير طول ما أنه ما عم نشوف مستويات النفط كمان مرتفعة أستبعد يكون فيه تغير في سياسة أوبيك طيب أختتم معك من أسواق التشفير كيف تقرأين مستقبل العملات الرقمية وخصوصا مع احتمال فوز ترامب بالانتخابات طبعا نرى أنه السوق عم يسعر العملات المشفرة طبعا عم تستقبل بإيجابية حديث ترامب أرى حديثه وتحول حديثه فيه العنوين الرئيسية للأخبار منها كتير دقيقة يعني يبدو أنه كان عم بيقول نحن رح نتوجه لدعمه ولكن العنوان اللي عم شوفه كنت بالعديد من البلاتفورمس كمان ما كانت دقيقة جدا وكانت شوي مضخمة عن هو قداش كان عم يدعم فعلا عم شوف تراجع على فترة زمنية القصيرة على رغل من أنه صار في عنا صندوق استثمارية للإيثيريوم نتذكر شو صار إذا من نرجع نشوف يلي بهمه يكون عم يداول على الفترة الزمنية القصيرة لاحظوا خلال صندوق استثمارية للبيتكوين أوكي كان في عنا نوع من شراء الإشاعات وارتفاع أسعار العملات المشفرة ولكن في حال تنفيذة وبلشنا نشوف فعلا فالصندوق الاستثمارية عادت وتراجعت الأسعار في موجة بيع الخبر اللي منشهده وهيدا عم نشوف اليوم الأمر الآخر كنا عم نشوف هاللينك أو هالعلاقة ما بين أصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة تراجعت في الماضي ولكن تعود الآن هالسلقة والبيع اللي كنا عم نشوفه بالأسهم كمان عم نشوفه زيته في العملات المشفرة كنوع من الأصول عالية المخاطر أظن نريد خبر إضافي لإعادة الثيران إلى أسواق العملات المشفرة على الفترة الزمنية البعيدة طبعا رح يكون هو مدعوم خصوصي في حال فاوز كمان ترامب أظن هيدا عام يجيب طبعا ديئة العملات المشفرة ولكن لدينا دائما نتذكر أنها لا تدار تعتبر أصول عالية المخاطر في حال شفنا سلقة ابتعاد عن هالمخاطر شراء الدولار وشراء الأصول للملاذات الإيمينة قد نرى والتحركات تعنيفة على الأصول المشفرة قبل أن نرى قليلا تعود لتنضع مدعوم نعم سيدة فرح مراد محللة أسواق في إيكوتي من دبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك